موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عدة 8 نطق جبالية تابلنا نرى هكذا من جبل الورسنيس الاطلس البوليدي جرجرة جبل البابور جبل الورس نعطيكم بعض الكميات على الأمطار اللي سجنها خلال 36 ساعة الأخيرة هذي أكبر كميات سجنها لولاية زوزوم 120 ميليمات الله يبارك بجاية 84 عين بسام بولاية البويرة 60 ميليمات ردلس 65 ميليمات العاصمة 50 ميليمات المدية 81 ميليمات كما مليانا كذلك بولاية عين دفلا 70 ميليمات بوهارون وولاية تيب أزوى 70 ميليمات الله يبارك جيج الاربعين 57 بسكيك دا عين بواحد وستين وما زال خير يطيح منطقة سقارة 39 قلمة وستي في خمسة وعشرين سوى 59 ميليمات في منطقة أشلف وصبت على كل حال في مغنية صبت في وهرا شوية ما هوش كمية كبار البيض نعمة الجلفة 11 ميليمات وما زال الخير القدام نشوفو حالة التقس لصابحت هذا السبت هذا إن شاء الله يبقى التقس متقلب وغير مستقر وبارد على الولاية الشرقية يحب يقول من عنا بطار في سكيك دا جيجل نقدرون نديره جيجل ونزيدون نحطون من القلماس وقراست بالسابير العتر حتى شمال ولاية الواد قمار حتى القمار وامورون بيتوغورت بينما على الولاية الوسطى بعدين يقشع الضباب وأيضا الغرب يكون الحال الشباب والجنوب الكبير عمو من الحال الشباب بعدين مع الصبح يشوفوا الوضعية الجوية كيف أشرح تكون خلال الظاهرة آدي خلال الظاهرة تقدر بعد الغيوم تلتحق من الشرق تلتحق إلى الولاية الوسطى كما بجاية جيجل كما العاصمة بومرداز حتى التباصة حتى البويرة زوزوبة عبد الأمطار وأيضا عدد لكل الولاية الشرقية بينما غرب البلاد عمو من الحال الشباب والجنوب الكبير الحال الشباب بستثنى الريح ليكون شوية قوية على الصحراء الوسطى كما وليت المناعة عين صالح تيميمون طيور الرمل ورؤية ضعيفة دوكن جوزولي درجة الحرر بارد الحال حتى الدرجة واحدة فقط على بعد ما طلقتها الهضب العليا كما الجلفة وتيارة ما بين درجة إلى درجتين قصر الشلالة كذلك منطقة البيض النعامة مشرية عين الصفلة قلنطينة ست درجات زوج درجات في باتنا العاصمة ثمينية تسعة بيورقلاو عنابة منطقة جانت ست درجات فقط على جانت تمينية بيطام الرسلت كما العاصمة سبعة بغردية تلتاش بيتين دوف واربعتاش إلى خمستاشين درجة على أقسى الجنوب خلال الظاهرة إن شاء الله مع السميش اللي تكون تلحق الحرر راح تلتين وثلتين درجة على عين أزواء وعين قزام بينما على عين صالح ستين وعشرين ستة وعشرين بأضرار سبعة وعشرين على الهوغر والتصري في الشمال ما بين تسعة وعشر وعشرين درجة على كل مدن تحليهضة بالعليا والسواحل ما بينستاش إلى تسعتاش بالستناء الواد واحد وعشرين اتنين وعشرين بورغلا وخمسة وعشرين بغار أجبيلات يكون جزول الملحة والصيد البحر في المحاري بقمهول على السواحل الشرقية لأنها فيشوية تموجاته والقوة الريح خاصة تكون ما بين خمسين احتل سبعين كمواتي الساعة خاصة في البات وقدما نغربوا قدم الريح ينقص قدم البحار يتهدن فيما يخص الرؤية تكون رضئة على السواحل الشرقية ومليحها من 4 إلى 8 أميال بحرية على السواحل الغربية كالعادة نختم هذه النشرات الجوية دائما بالمعلومة الفلكية التي تهم الجزائر العاصمة وضوحها لهذا السبت 25 نوفمبر 2023 الله يدوم قوص لكم دائما مع بارميج الشرق اشتركوا في القناة